أهلا بكم تزور بعثة من صندوق النقد الدولي الأردن خلال الأسبوع الحالي لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني وفقا للبرنامج الإصلاحي المالي الموقع مع الصندوق وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لضريبة الدخل والذي تسربت مقترحات حول تعديل بعض بنوده أثارت غضب الشارع الأردني بكافة أطيافه حيث يطالب الصندوق بعادة النظر بشريحة الإعفاءات للشخص الطبيعي ومراجعة معدلات الضريبة على مختلف القطاعات أطلقت اليوم الخارطة الاستثمارية في المحافظات برعاية رئيس الوزراء والتي جاءت إسجابة لمتطلبات أبناء المحافظات حيث تم الإعلان عن عشرة مشاريع لكل محافظة تم اختيارها حسب القيمة المضافة لكل محافظة وفقاً لاحتياجاتها ومن المتوقع أن تسهم في توفير 3800 فرصة عمل التفاصيل في هذا التقرير مطالبات عديدة حصلت عليها وزارة التخطيط من أبناء المحافظات خلال زياراتها الميدانية لإعداد برامج تنمية المحافظات أبرزها إقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات فجاء إطلاق الخارطة الاستثمارية استجابة لهذه المطالبات قامت وزارة التخطيط التعاون الدولي بإنجاز خرائط استثمار لكل المحافظات هذه الخرائط حددت القطاعات بناء على المزايا النسبية والتناسبية ومقومات كل محافظة يعني ما تستطيع كل محافظة أن تقدمه من مزايا حتى تستقطب استثمارات محددة تتكامل هذه الاستثمارات مع بعض البعض وتترابط مع الصناعات الكبرى والقطاعات الكبرى الموجودة على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظة وحتى فعلا نضمن أن تتحول هذه الخرائط الاستثمار لمشاريع حقيقية مولنا بعد ذلك دراسات جد واقتصادية الخارطة الاستثمارية للمحافظات التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الاستثمار تضمنت 240 مشروعا في خمسة قطاعات اقتصادية تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمائة وعشرين مشروعا بقيمة ثلاثمائة ومليوني دينار بمجالات الصناعات الغذائية ومشاريع تجارية وزرائية ومراكز تدريبية وإنشاء مستشفيات وفنادق هذه الخطوة الأولى لعملنا في المحافظات ومجالس المحافظات ومجالس البلديات أيضا بعد شهرين رح يكون في عنا خطة أخرى بمبادرات أخرى لتشجيع الاستثمار في مملكتنا الحبيبة تلبية احتياجات المملكة بمشاريع عنا القدرة أن نكون رائدين فيها تحويل الأردني إلى مركز إقليمي لدعم العمليات الإدارية والتقنية وبوابة لإعادة إعمار العراق وسوريا وفتح وتطوير أسواق جديدة للصناعات المحلية وتطوير صناعات التكنولوجيا والسياحة هدف منشود لما بعد الخارطة الاستثمارية تراجع النشاط العقاري في المملكة خلال شهر آب الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث أظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة تراجعا بجميع المؤشرات حيث سجل حجم التداول العقاري انخفاضا بنسبة 13% ليبلغ 571 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار بذات الشهر من العام الماضي كما تراجعت حركة بيع العقار بنسبة 14% نتيجة انخفاض بيعات الشقق والأراضي بنسبة مساوية بلغت 14% في حين تركزت البيعات خارج العاصمة للأراضي وفي العاصمة للشقق أما قيمة إعفاءات الشقق فقد سجلت تراجعا أيضا بنسبة 15% مقارنة بشهر آب من عام 2016 لتبلغ نحو 10 ملايين دينار مقارنة مع 11 مليون و600 ألف دينار والاستثمار الأجنبي بالعقار تراجع الشهر الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث بلغت 28 مليون دينار مقارنة مع 35 مليون دينار في الوقت الذي تركزت الاستثمارات الأجنبية في الشقق وبقيمة 16 مليون و400 ألف دينار بتراجع نسبته 11% أما في الأراضي فبلغت 11 مليون ونصف المليون دينار بتراجع نسبته 50% وحسب الجنسية جاءت العراقية بالمرتبة الأولى في شهر آب بحجم 18 مليون و300 ألف دينار والسعودية ثانيا بحجم 3 مليون ونصف المليون دينار والسورية ثالثا بحجم مليون ونصف المليون دينار اتفق الأردن والعراق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين لتعزيز تبادل تجاري ولتكون نواة وبكورة للانطلاق والمساهمة في مشاريع إعادة الأعمار وزير الصناعة وتجارة وتموين خلال اللقاء مشترك مع وزير الصناعة العراقي وبمشاركة القطاع الصناعي الأردني أشار إلى وجود اتفاق على سرعة الانتهاء من قوائم السلاع الأردنية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية وبنسبة 30% حيث تم تشكيل لجنة وبدأت أعمالها قبل العيد الوزير العراقي من جانبه أكد أن العراق ورغم تعرضه لتحديات كثيرة سواء الأمنية أو الاقتصادية ينظر للأردن على أنه البلد الأقرب إليه من مختلف النواحي وحريص على استثمار وتوطيد التواصل بين البلدين رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب من جانبه أشار إلى رغبة القطاع بالمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيقام نهاية شهر تشرين الأول المقبل داعيا لتسهيل مشاركة الشركات الأردنية لتعزيز العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال في الجانبين خلال هذا اليوم تم الاتفاق على ثلاث محاول رئيسية المحور الأول متابعة زيارات اللجان الفنية للمصانع الأردنية بناء على طلب الأردني الذي تم تقديمه أيضا تم الاتفاق على الإنشاء أهمية الإسراع في وضع التصور النهائي لإنشاء منطقة صناعية قد تكون متاخمة للحدود الأردنية العراقية في البداية هذه المنطقة الصناعية تقوم الشركة الأردنية العراقية للصناعة بالتنسيق مع المدن الصناعية الأردنية لإعداد تصور المبدع عليها ومن ثم المضي قدما إن شاء الله نتأمل قبل نهاية هذا العام أن تكون جاهزة إلى ذلك أكد وزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية المهندس محمد السوداني اهتمام بلاده في جذب استثمارات أردنية إلى العراق في المرحلة المقبلة وخلال مؤتمر صحفي عقده قبيل يوم من بدء الاجتماعات أكد أن من مصلحة العراق إيجاد فرص استثمارية واعدة في ظل حالة الاستقرار التي بدأت تشهدها البلاد إلى جانب الخطاب السياسي الواضح والمنهجية الدائمة للقطاع الخاص مشيرا إلى أن العراق يعول على زيارة الأردن لاستقطاب مستثمرين وفي إطار آخر أكد أن الحكومة العراقية تبحث مشروعا لحماية الطريق من طريبيل لبغداد وتأمينه وتنفيذ مشاريع خدمية على طول الطريق الحيوية مشيرا إلى وجود تفاهمات تصل لمرحلة التعاقد ستأخذ بمجبها رسوم بسيطة من مستخدمي الطريق من طريبيل لبغداد لقاء الخدمات المقدمة من جهتها نفت السفيرة العراقية في عمان صفيس هيل أن يكون ثم تحتجاز لشاحنات أردنية بين الحدين عقب افتتاح معبر طريبيل وأن ما حدث هو تأخير في متابعة التراخيص التي يجب أن تأخذ من وزارة التجارة نحن نعول على هذه الزيارة في استقطاب المستثمرين اليوم كان لقاءنا الأول مع الجالية العراقية وأغلبهم من رجال الأعمال ومن الصناعيين المتمكنين على المستوى المادي والفني في شرح أهم الفرص الاستثمارية والمجالات والقوانين والإجراءات الدعمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية في العراق